طيب الكابتن أحمد حسام ميدو إزاي شايف صناعة هذا الجيل وفرصه إيه؟ كسبنا ماتشة كورة ويا ما كسبنا ماتشة كورة بس إحنا النهاردة تولد لنا جيل ولعيبة بقى لهم سنين بيلعبوا في منتخب مصر النهاردة أول مرة أول مرة الشعب المصري والجمهور المصري يعترف بهم كمقاتلين مش كلعيبة كورة وفرق ما بين أنت تكون لعيب كورة وما بين أنت تكون مقاتل النهاردة وإحنا مغلوبين واحد صفر وفي آخر ربع ساعة مش شط الأول وفرقة مصر ماس كالمغرب زنقاها في ربع ملعب مش عارفين يخرجوا منه بكل نجومهم في اللحظة دي الجمهور المصري اعترف باللعيبة دي مش كلعيبة بس كمقاتلين وفي اللحظة دي الجمهور ما بينه وما بين نفسه ما بيننا كلنا وإحنا بنتفرج قال حتى لو اتغلبنا مش مشكلة النهاردة اتولد لنا جيل النهاردة اتولد لنا جيل وهو ده اللي احنا لازم نبني عليه تاني انا ممكن راعد هنا انا وانتو اتكلمكم ساعة عن التاكتكس لكن النهاردة النهاردة والماتش اللي فيه بماتش كوديفور احنا لقينا منتخب مصر تاني يا جماعة الكرة سبعين في المية قلب سبعين في المية قلب وثلاثين في المية كل الحاجات التانية هذا كلام حقيقي ايضا وكلام احنا لقينا شوف احنا لقينا منتخب مصر جيل جديد ادلنا الامل دلوقتي انك ليه لا ما توصلش كاسي العالم ده بالعكس انت تشعر النهاردة لو ما وصلش كاسي العالم حتبقى فيه صدمة بالاداء ده بالمستوى ده طب انت لعبت نيجيريا طب انت لعبت الجزائر في بطولة العرب طب انت لعبت المغرب اهو طب انت لعبت كوت دفوار ما انت لعبت الفرقة اهيه فمسألة ان الجيل ده خلاص يقدر هو نقلنا هذا الاحساس ايوة نقدر باذن الله ويا رب نقدر وتكتمل الفرحة مش عايزين كل مرة تبقى الجزرة متعبلاق واحنا بنمد ايدنا منلاقيهاش عايزين يعني تبقى يعني في حوزاتنا باذن الله ويعني القول بان كرة القدم سبعين في المية قلب وثلاثين في المية امور اخرى ممكن النسب تتفاوت من ظرف الظرف لكن القلب اصبح على الاقل على الاقل لا يقل اهمية عن الجوانب الفنية اعتقد كلمة ميدو الاخيرة والارقام بتاعته دي رسالة لعبة الاهل اللي سافرت ابو ظبي مهما كانت الظروف سبعين في المية من الكرة قلب بالقلب والروح والاسرار والعزيمة والقدرة والرغبة على ان انت تتجاوز الصعب ان شاء الله نقدر واحد من نجوم القلب الساخن جدا في الملاعب كان الكابتن حسام حسن رأيه في اداء المنتخب نشوف يعني انا اقول بعد توفير ربنا النهاردة مع تركيز اللعيبة مع تقلق محمد صلاح في حاجة للأسف يعني حاجة سلبية يعني لينا لكن تلعت ايجابية هي اللي غيرت المطش والناس من شواء ده بالا اصابة حجازي فرقت رغم ان احنا مش عشان حجازي لو لا اصابة حجازي ما كانش اتعمل التغيير بتاع تريزيجي كان هيؤجل لكن الاصابة حجازي انت غير حجازي بتريزيجي رجع عايما اشرف اشتغل بشكل ايجابي تريزيجي فرق من ناحية الفنية من ناحية الهجومية لكن لو حجازي ما كانش اتصاب ما كانش تريزيجي كانت تغيير اول افتيار كمان طبعا هو ملخص اكتلام الكابتن حسان بيقوله وهو يعني بخبرة الكوتش انه ربا ده احيانا ربا مشكلة تعطيك حلا يعني اصابة اصابة الكابتن حجازي مؤكد اقلقت اقلقت قلوب ناس كتير جدا لما حصلت لكن هي اوجدت الحل اللي كان محتاجه الفريق ان ينزل تريزيجي لان تريزيجي كان واضح اداءه الطيب في الماتش السابق اصاز برايب وانه بشكل خطورة بيوصل اه ضيع بس ما هنا ده طول عمر اقول طالما انك بتوصل ما قصوش عليك في التضيع اول لكن ده ما اللي بتديني الامل انك انت هتسجل وده حصل لما تشوف تحرك تريزيجي ومنتصف الملعب واول ما لقى صلاح ابتدى بيعمل الفنت وحيعدي بالخبرة بتاعته انطلق ازاي وراح واقف في الحتة دي وكانوا يتوقع الكرة وجاءت الربط بينهم وجاءته اذا احيانا المشاكل تعطيك الحلوب ده يمكن كان مهم جدا في رأي الكابتن حسام حسن على التعديل الاضطراري من كيروش لطريقة اللعب اللي الحقيقة فكرة الثلاثة واضح احنا ما اصبحتش مستساغة كتير عند اللعيب المصريين العب باربعة العب الطريقة العادية جدا هتلاقي اللعيبة حافظة مراكزها ترجمة نانسي قنقر